استعدادا لزيارة النصف من شعبان نفذت قيادة عمليات كربلاء واجبا أمنيا لاستطلاع الحدود الإدارية وتفقد القطاعات العسكرية في النخيب والصحراء الغربية العملية شارك فيها مختلف الصنوف الأمنية فضلا عن طيران الجيش باشرنا بتنفيذ الخطة في وقت مبكر احنا اليوم في قاطع النخيب عرعر عدنا عملية استباقية ضمن قاطع صحراء الأنبار تقريبا 40 كم داخل صحراء الأنبار اشترك في هذا الواجب 41 وكذلك فرقة العباس القتالية اضافة إلى طيران الجيش والقوة الجوية وباقي القوات الأمنية الغاية من هذا الواجب هو تأمين قاطع المسؤولين فرقة العباس القتالية أخذت على عاتقها إسناد الخطة الأمنية بتغطية أكثر من 75 كم تربط بين قطاعات الجيش وشرطة الحدود إضافة إلى دورها في دعم وتأمين الزيارة داخل المدينة يبدأ من سيطرة الفاج إلى النخيب وحول النخيب ما يقارب 75 كيلو 33 لواء 33 لمحاذاته وبالجهة النخيب على يسارنا يكون لواء 41 قادة عمليات كربلا في داخل كربلا راح يكون الطوق الثالث تفتيش السابلة كله على فرقة العباس القتالية عمليات استباقية تنفذها قيادة عمليات كربلا لتأمين زيارة النصف من شعبان تتمثل بنشر القطاعات الأمنية على الصحراء الغربية والغطاء الجوية حيدر الحاج العراقي الإخبارية كربلا المقدسة